موسيقى مساء الخير عليكم حلقة جديدة من جدل أول حاجة بشكر جدا الأستاذة والبحثة رباب كمال على الحلقات التي صاحبتنا فيها ومن النهاردة من حلقة 22 هتصاحبنا الكاتبة اللامعة والمستنيرة والعقل الجميل والصحفية الهامة جدا في مصر وصاحبة العمود المتلقل اللي أنا دايما بتابعه في أشهر صحيفتين خاصتين في مصر السيدة الرائعة وظيفتنا في حوالي 6 حلقات صحر الجعار أهلا بك يا سيد إسلام أولا أنا بشكرك على فرصة جودي معك لأنها فرصة بالنسبة لي زهبية دي نمرة واحد وفرصة تواجدي مع جمهورك العريض ومع الشباب اللي موجودين معنا في الستوديو وطبعا عايز أقول لك أنه جمهورك على فيسبوك تقريبا كانوا هيجوا بالألاف عشان يحضروا الحلقة لما حطيت خبر عن الحلقة بهنيك على الشكل الجديد للبرنامج لأنه الناس محتاجة فعلا أنه تتناقش معهم تسمعهم صحيح دي حاجة مهمة جدا فكرة أنه هم بيقروا أو أنه هم بيتابوا أو أنه هم بيسمع مونولوج دي بقت فكرة صعبة أو تهتمل بعض الشيء وبعض الشيء يرده بقى لكن فكرة أنه هم يسألوك وتتجاوب معهم دي يعني مسألة جميلة جدا أنا سعيدة جدا جدا بزهوري معك يعني بعد كل عمر ده من الصداقة اللي ما حدش يعرفها أن أنا كنت يعرفك من قبل ما تيجي من الكويت وكنت من معجباتك ولازلت الحقيقة طيب بما أني بقى من معجباتك فهتكلم ببساطة كإنسانة لأنه لغة المفكرين والألفاظ اللي هي المجعلزة دي والحاجات دي شوية بتعمل مسافة بينك وبين الناس فأنا هتكلم ببساطة صحيح نفسي أعرف رأيك في ظاهرة التكفير الآخر وإطلاق لفظ المشركين على عواهنه على أي حد وانتزاع آيات قرآنية من سياقها وتطبيقها على بعض الدول الجماعات البشر الديانات في مصر مفكرين طبعا كل دول في سكة فيعني من له الحق في أنه يحكم على الآخر بأنه مشرك ومن هو المشرك في الإسلام وكيف يمكن أنه حدده ده إحنا هندخل في حاجات كتيرة ده أكيد أولا أسعد منك وشكرا للمقدمة الرائعة دي وأنا بجد مبسوط أنك معي بصي بقى إحنا عندنا أزمة قديمة من التراث كالعادة في حكاية ضبط المصطلحات لأنهما كانوا رائعين بالشكل السلبي في مسألة إطلاقها لأغراض سياسية وأغراض غير دينية وخلاص الآيات التي نزلت في القرآن كانت محددة للغاية إذا قرأ بعين منصفة وفيها تراتبية يعني ما ناخدش آية أنا بسميها ده من ونجري خلاص بيقول لقد كفر لدينا قالوا لا مين اللدينا قالوا أصلا وفين وأني كفر اللي كفر يعني قصة طويلة كل ما فعل في النص أنه نزل بتراتب زمني كان بيخاطب أقوام معينين بعينهم فلو تكلم عن ما في أنفسهم من إيمان أو كفر فهو يحكم بذلك لكن بعد هؤلاء القوم بيوم واحد نحن نستطيع الحكم لأن هؤلاء القوم لم ينزل فيهم النص هذه واحد اتنين تشابه نفس العقائد بين هؤلاء القوم وغيرهم عايز ضبط كبير جدا شان يحصل القياس ده أنه هم دول الذين يقصدهم القرآن تلاتة بلفظ المشتركين بلفظ المشتركين أو الكفار تلاتة هو فيه فرق يا أستاذ إسلام بين المشتركين والكفار نعم كفار قريش كانوا بالمعنى الحرفي ما فيش إله لا دا ولا هبل ولا اللات ولا العز يعني الكفر يتمينزل الحات ولا حاجة خالص يس في بعضهم كانوا بيقول لا أمان عبودهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يعني هم عارفين ربنا موجود بس دول الطريق ليه مهم أول اللات والعز وهبل ومانات وكذا مشتركين 100% ده الوضع المكي اللي هو ما كانش فيه أصحاب ديانات إلا اتنين في الوقت ده في القرية المسمامة ورقة بن نوفل وصديق لي فقط دول اللي عارفوا الديانات الأخرى لم يكن هناك أي صاحة ديانة في مكة في التعتشر سنة الكلام كل المهم جاء في الآيات المدنية والتشريعات جاءت في الآيات المدنية المشكلة أن تم إطلاق حتى مش أقولك بس المشتركين وإطلاقهم لما بعدهم أصلا أنا من أدعياء بس دي بعايزة حالة وحدها أنه ليس هناك بعد وفات النبي كافر بالمعنى الحرفي لأن الكفر في نظري فعل مش وصف طيب اللي اطلعوا يبرروا بعد هوجة تكفير الأعباط مصطلح الكفر بأنه لغويا يعني لإنكار الكفر هم بيكلموا عنه كفر كفر بالله بس بيقولك أنا مقتلوش أصلا بيقولك كافر أنت ديت الجماعات 90% من الطريق 10% بتاعت اللي دي سبها له بقى لكي أنت خلاص التوتر له وكيف زاد من وصف كاذب لأن أهل الكتاب أصلا بقى لا دخلين في الكفر ولا في الإشراك اللي عمل كده فيهم الفقهاء عشان خلاص بقى أنتوا كفار ونساء كحلال والجزية وكل البناء الوهني اللي هما بنوا تعالي أقولك كذا آية من القرآن تحسم المسألة بصي مين اللي بيستخدم المسلمين كتب التراثي التي سمحت للشيخ الآن باستخدام نفس الأدوات لأنها كتبالهم الحكاية فبص ده قرآن خلاص بصي بقى قرآن بيقول إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللي هو إحن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم حلو هما بيقولوا كلهم كفار أهل الكتاب نسبانهم كفار منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هؤلاء الجماعة حينها مش اليوم القيامة يعني حتى حينها منهم المؤمنون بإيه مؤمنون بكتبهم بديانتهم وأكثرهم الفاسقون لأنهم لسه مسميهم أهل الكتاب ما بقوش مسلمين يعني أي يبقى مش كلهم كفار ربنا بيقول لسيدنا محمد في سورة آل عمران بيقول له وإن وإن من أهل الكتاب إلا ما يؤمنوا بالله من أهل الكتاب وما أنزل إليكم لو قال القرآن يؤمن بي أنه من السماء فقط مش لازم يؤمن بي يدخل ديانته وما أنزل إليهم زي منا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم فين الكفر فين الكفر من أهل الكتاب إن هو كفر بالأهم كفر بالله ومش بيقول لك إنه كفر بنبوة محمد ده موضوع وده موضوع بيقول لك لأهل الكتاب بكفار مش حاجة اسمه مسيحي مؤمن خش الجنة المسلم كافر في النظر المسيحي لأنه آه فكرتيني آه فضعي لأنه بينكر إنه المسيح ابن الله والمسيحي كافر في نظرنا لأنه بيقول إنه المسيح ابن الله يعني فكرة التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالأفكار وفكرة إنك يعني تعمل البلانس بتاع إن إحنا كفار وهم كفار وتساوي تنفوت دنيا جميلة فما حدش يزعل بقى من التاني بصي أولا ده تلاعب لفظي أنا مش حاجة جعب اللي قاله ده غير صحيح وغير أمين تلاعب غير أمين في الكلمات اتنين أنا موافق إن إحنا عندهم كفار وهم عندنا كفار بس قول لي بيترطب إيه على كلمة الكفر في الإسلام في الإسلام التراسي وقول لي بيترطب إيه على كلمة الكفر عندهم عندهم أقولك أخيرها يعني بيقولك أنت محروم من ملكوت بس ويسيبك في حالك عندنا يتقتل عندنا يتقتل ويتسبي ويتدبح ده في التراس مش في القرآن القرآن هنا بقرأ بصي بقى كمان الآية دي يا أهل الكتاب عشان تعرفي أنه حتى أنا بقول من نظرة اللي عندنا إن لو هذه المجموعة زمان اللي تسمت النصارى اللي هما بالمناسبة ليس هناك رابط كثير بينهم وبين المسيحيين الآن لكن على أقل فكرة اتباع سيدنا عيسى بيقولهم يا الدعوة للرحمن والدا خلق طبعا اتخذه يعني مش ابنه فيزيائيا بيولوجيا آخر ما هنالك القرآن اللهم يعلم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم آخر الآية خلاص ويلفى أمينوا بالله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم يعني كل خلاصة الآية اللهم لا تغلوا في دينكم ما كنسمهوش كفر سمى دين بس شوية غلو هؤلاء القوم من نشدعب دلوقتي يعني حب الحسين زيادة شوية حب مش عارف مين زيادة شوية غلو لكن لو ربنا عايز تسميه كفر في أصل المسألة إن هو بيقوله أن المسيح ابن الله قال لهم غلو مجرد حب زيادة وبيقول لهم انتهوا خيرا لكم بصي الآية بقى الحاسمة اللهم بساعتما يعني أنا نظرتهم انت عارفة نظرتهم قد إيه ما بيعرفوش يهربوا منها هرام وطبعا فيه قولي أهل الكتابي لستم على شيء حتى تقيموا الطورات والإنجيل اللي هو عندهم في حال وجود النبي ما قالوش بقى كتب محرفة ولا حاجة ربنا بيقول في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قولا واحدا المشركة المشركة اللي كلمنا عليها في أول حلقة اللي هي بتعبد الله والعزة وهبن فبيقول حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم والعكس ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم خلاص كده زواج المشركات محرم لا تمام الآية اللي بقى اللي بعدية في سورة المائدة الاثنين مدنيين ما فيش أي نسخ اليوم أحل لكم الطيبات وطعاموا الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم والمحصنات من المؤمنات حلها تتجاوزيها مؤمنات اللي هو المسلمات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني تتجاوزوا نساء أهل الكتاب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجاوز صفية وتتجاوز مارية هناك بيقول المشركات محرمات عليكم تبقى إزاي أهل الكتاب مشركين ما هو لو مشركين ما ينفعش تتجاوز نساءهم طيب أنا هنا حوقفك وأسألك عن حاجة مهمة جدا يمكن تذكر أحد يعني السلفيين المتطرفين قالك أيوة تتزوج المسيحية لكن مشارطة تحبها تزوجها وأعملها زي الاغتصاب على فكرة الفيديو ده أنا في 2013 أول واحد طلعته كان في برنامجي أول مرة ما هو أنت اللي بتطلع لنا كل المشاكل فالراجل ده أنا اللي اكتشفت اللقلقة دي عنده يعني فقال لك إيه ما تودهاش لأنه هو مأمور هناك إنه هو لا يودهم يعني اللي هو ربنا بيوصفهم يودونا من حد الله ورسول الله أنهما عداء لله ما عرفش جاب العداء ودي من دي فأقول لك ما تودهاش تخش ما تسلمش عليها وما تكلمهاش وتكرهها وتستغل جسمها زي المغتصبة والمشكلة اللي الناس بتصدقوا آه طبعا هذه المشكلة بصي ترسل في مصر آه معا مجموعات كبيرة من البشر ليس لأنهم ناس عقلانيين ولا لأنهم ناس مخنعين ولا لأنهم أقرباء للدين لأنهم سيطروا على الناس بصورة ذهنية ما بلأ ألف سنة مش النهاردة إنه ده الدين ده الدين يعني عايز أسألك الأسئلة اللي بتدور على ألسنة آه إخواتنا الأقواط حا ممكن أنه عن أول سؤال هلقوله بس هنطلع على الفصل دي اتفضل أتفضل على الفصل دي أرغاني